أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والذابين عنه والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين شباب أسألكم سؤال ركزوا إياي بالسؤال إذا فد يوم أنت وصديقك جاي تمشي وإجالكم أسد فجأة شنو راح يكون رد فعلكم يعني تخيلوا هسا نحن قاعدين بالحسينية وفجأة دخل علينا أسد شنو راح يكون ردة الفعل منو بيكم بطل وسبع وراح يبقى بمكانه أنا بالنسبة إلي بيك مواقف ويا الأسد الشردة ثلثين المراجل شوفوا الباب منين وإفلت زين سؤال ليش الإنسان من تعرض لمعصية أو من يعرض لذنب معين ليش ما يشرد ليش ما يشرد لأن الأسد نعرف خطرة الأسد مو مثل الخروف خصوصا إذا كان الأسد جوعان وصال لي يومين ما ماكل قبل يركض وين يكتم رأسك يأذيك فإحنا نعرف شنو خطورة الأسد لذلك نخاف منه بينما المعصية والذنب ما نعرف شنو خطورتهم فخلونا نعرف أولا شنو هي المعصية وشنو ضررها علينا وليش رب العالمين ما يريدنا نعصي حتى بعدين ناخذ ثلاث أمور إن شاء الله ساعدني حتى نتخلص من المعصية ساعدني بالفرار من المعصية المعصية هي مخالفة الأوامر مثلا بالبيت الإبن إذا خالف أوامر أبوه يعني عصى أبوه مصحيح؟ زين والموظف بالدائرة من يخالف أوامر مديرة معناتها عصى مديرة نفس الشيء ويا رب العالمين اللي يعصي أوامر رب العالمين أوامره ونواهي معناها عصى رب العالمين زين شنو ليش رب العالمين ما يريدنا نعصي رب العالمين ما يريدنا نعصي لأنه هو أعلم أعلم واحد بالإنسان وأعلم واحد بالشيء اللي يفيد الإنسان والشيء اللي ممكن يضر الإنسان أقرب لك الفكرة بمثال بسيط خلي ناخذ مثلا الأجهزة الكهربائية او الاجهزة الالكترونية الحديثة بالعادة هل سهل ايام من تشتري جهاز الالكتروني راح يجو ياشنه ورقة صغيرة يسموها الكتالوك او دليل الاستخدام المصنع الشركة المصنعة تطيق شلون طريقة استخدام هذا الجهاز وتطيق الاشياء او الاستخدامات اللي ممكن تضر الجهاز او تأثر عليه رب العالمين هو اللي صنعنا هو اللي صنع الانسان وبالتالي رب العالمين اعلم واحد يعرف شنو يأذي الانسان وشنو ينفعه زين سؤال ثاني اذا انت اشتريت جهاز معين واستخدمت بصورة خاطئة وبالتالي اطل عندك الجهاز او الشركة المصنع يتأثر ما يتأثر نفس الشي احنا من نعصي رب العالمين الله سبحانه وتعالى ما يضر الشي بس الضرر راح يرجع كله وين يرجع علينا بعد من اضرار المعصية انه هي راح تأثر على نظام الانسان مثل الفيروس اللي يدخل الجسم الانسان راح يفر كل كيانة من الاثار اللي تترتب على المعصية وكثرة الذنوب انه الانسان يظل ينسي ما يصير عنده تركيز ليش؟ لان العلم نور والله سبحانه وتعالى يقذف العلم بقلوب المؤمنين بينما المعصية شي سوي؟ اتطفي هذا النور اللي الله سبحانه وتعالى خلاه بالقلوب وبعد من اثار المعصية انه الانسان يصير عنده بعد المعصية يصير عنده ضيق يصير عنده خنقة يصير يروح من عنده الاطمئنان والسلام الداخلي اذا ملاحظين كل انسان وراء ما يعصي يختنق يصير عنده تأنيب للضمير ليش؟ لان هاي المعصية هي مخالفة لفطرة الانسان ومخالفة للطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى خلق عليها الانسان طيب خلون الانسان يفر من المعصية وشنو الاشياء اللي ممكن تساعده على الفرار من المعصية يكون ثلاث أمور ممكن اذا الانسان خلّها باله تساعد على المعصية النقطة الأولى انه الانسان يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالخلوات يذكر انه الله سبحانه وتعالى خلقني انا معي انطاني صحة انطاني شخصية انطاني أهل زيني أنطاني عيون، أنطاني خشيم، أنطاني ذانات ويبدأ يعدد هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بيها عليا مثل ما يعبر القرآن الكريم عن لسان نبي الله يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي نبي الله يوسف عليه السلام من عرضة عليا المعصية الذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه وبالتالي هذا التذكر لنعم الله سبحانه وتعالى راح يخلي عند الإنسان مستحى يخلي عند الإنسان خجل من الله سبحانه وتعالى يعني هسه إذا شخص زين وياك دائما يقضي حوائجك شمحتاج ما محتاج ينطيك أشياء أنت أصلا ما طالبها مني وطلب منك فتشي بسيط مو زحمة تخالف أمره مو زحمة ما تسمع كلامه نفس الشيوة يا رب العالمين مع هاي النعم كلها اللي طالنا ياها المفروض يصير عندنا شنو خجل من الله سبحانه وتعالى الحل الثاني اللي ساعدنا بالفرار من المعصية من القرآن الكريم ومن يتقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجة مثلا نبي الله يوسف عليه السلام زليخة من جابت للغرفة وغلقت الأبواب بالروايات يقولون هنا كانت سبع أبواب تخيل أنت غرفة وبها سبع بيبان وكل باب بيقفل من هذا القفل الزين نبي الله يوسف ان عرضت عي المعصية شو سوى فكر برب العالمين وقال أنا لازم أتقي رب العالمين مباشرة ما أفكر ما قال البيبان مقفلة واشلون راح أطلع لا مباشرة فر من المعصية وبالتالي تفتحت كل الأبواب زي أنتم ما مفكرين بهذا الموضوع البيبان منه فتحن هاي البيبان السبعة اللي كل باب بيقفل سبع أخفال منه فتح الأخفال الله سبحانه وتعالى الإنسان مجرد ما يبادر يريد يفر من المعصية اللي راح يعينه هسا مرات واحد يقول صعبة ومغريات والوضع تعبان وكذا أنت المطلوب من عندك مجرد البداية بس ابدي والله سبحانه وتعالى هو اللي يعينك الشغلة الثالثة اللي تفيدنا بالفرار من المعصية التخيير يعني أي موقف ينعرض علينا نخيل روحني الإنسان عنده قابلية يميز بين الشيء الزيان وشيء الموزيان هسا مثلا بالفراش نختار الفراش الزيان بالأكل نختار الأكل الزيان بالبيت بالكذاب بالسيارة بالساعة بالملابس الإنسان عنده قابلية الله سبحانه وتعالى خلى عنده هاي القابلية بالتمييز مثلا كلكم سامعين بقصة الحر بن يزيد الرياحي الحر ثلاثة أيام يجعجع بالإمام الحسين وبقافلة الإمام الحسين ثلاثة أيام مانعهم أنه يوصلون للماء ثلاثة أيام عطشانين بسبب الحر والحد يوم عاش وراء بنصف المعركة الحر وين كان بيوم وعسكر كان بمعسكر يزيد لكن هذا اللي كان يمي ينقل شاف الحر يرتعد يرجف فقال لي شبيك خايفة ليش ترجف أنا لو سألوني منو أشجع أهل الكوفة ما عدوتك أنا أقول أشجع أهل الكوفة هو الحر زين أنت ليش خايف فالحر قل لي قل له أنا خايف لأن أنا جاي أخير نفسي بين الجنة وبين النار وإن شاء الله لا أختار على الجنة شيئا فش سوى الحر ما فكر أنه إذا راح لإمام الحسين ممكن ما يقبله ولا فكر أنه يزيد ما راح يرضى عليه مباشرة ركب فرسه وفر من معسكر يزيد إل من فر فر للإمام الحسين فوصل للإمام الحسين خجلان مستحي مدنق راسه لكن إمام الحسين شنو قال لي إمام الحسين قال لي ارفع راسك ارفع راسك أنت حر كما سمتك أمك من هذا الموقف ما لإمام الحسين نتعلم قضيتيا القضية الأولى أنه كل شيء قبل التوبة كل شيء قبل الفرار من المعصية الإنسان ما مسؤول عنه ما محاسب عليه يعني إمام الحسين نسى كل الأعمال السيئة اللي سواها الحر وقال له ارفع راسك أنت حر كما سمتك أمك فالمطلوب من الإنسان ما يفكر بماضية ما يفكر قول أنا عندي هواء ذنوب أنا هواء عندي معاصي هواء عندي مشيشيخات لا أنت مجرد فر من المعصية إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أكيد أكيد راح يقبلك الشغلة الثانية اللي نتعلمها من موقف إمام الحسين هذا أنه العزة هي بطاعة الله سبحانه وتعالى والذلة الحقيقية هي بالبقاء على المعصية يعني من قل للحر ارفع راسك يعني يقل له أنت عزيز لا تكون ذليل ليش عزيز لأن انت فريت من معصية الله إلى طاعته انت فريت من معصية الإمام إلى طاعة الإمام يا شباب مثل ما الإمام الحسين قبل توبة الحر بن يزيد الرياحي رغم سيئاته ورغم ذنوبه يعني ترى الشيء السواء الحر موسهل لوع بنات رسول الله لوعهم وحرمهم من الماء وعطش ومعركة وبالتالي مجرد ما فر من المعصية الإمام الحسين قبله ونفس الشيء إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف مجرد ما الشاب يقرر أنه يتوب ويقرر أنه يفر من المعصية الإمام صاحب الزمان أكيد ومئة بالمئة راح يقبله ليش لأنه يفر من المعصية هو أقرب للإمام وموقفها أقرب من الإمام فإن شاء الله صار واضح شنو هي المعصية وشنو آثارها علينا وليش رب العالمين ما يريدنا نعصي وشنو الأشياء اللي يساعدنا على الفرار من المعصية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر